مدام رحت للرقم يبقى لازمان فيها دراسة وانفكر الجميع انه واحدة من الدراسات المهمة لقياس الرأي العام الرياضي في مصر نشرت على فكرة في كل المواقع كان موقع مصراوي نشر ما اجرته مراكز قياس الرأي العام الاجنبية فاكرين حضراتكم شركة صلة السعودية لما جات تاخد حق رعاية النادي الاهلي وكان ده فتح استثماري كبير انه هيبقى فيه شركة عربية او شركة غير مصرية تاخد حق رعاية النادي الاهلي الناس دي ما بتشتغلش زي ما الناس دي تشغالة لا بتقيس السوق صح بتتأكد من حجم الشعبية لانها هتطرح سلع كتيرة في السوق لهذا الجمهور فلازم انتبقى عارفة حجم السوق المستهدف كام فشركة صلة وقتها طلبت من تلاتة من اكبر شركات قياس الرأي العام العالمية انها هتيجي في مصر وتعمل قياس للرأي العام الرياضي ده الكلام المحترم والكلام الجد والكلام اللي المفروض الناس كلها تكون عارفاه لانه نشر على مواقع مصرية ابسوس الامريكية شركة ابسوس دي واحدة من اهم الشركات للأبحاث العلمية اجرت هي ونيلسون سبورت وبليند فاير دراسة كاملة اكدت ان مصر فيها خمسين مليون مشجع لكرة القدم خمسين مليون مشجع يعني نصف عدد السكان تقريبا بيستثنى الاطفال وبيستثنى الناس اللي ملهاش في الكرة ولما قالوا في مفردات الدراسة قالوا ان هما تأكدوا من كل واحد في حجم العينة اللي اجريت عليها طبعا الناس اللي فاهمة عارفة انه مفيش عينة او مفيش دراسة هتتعمل على الخمسين مليون لكن بياخدوا عينات وفقا لمقيس علمية انه بيسألوا سؤالي الاول انت بتتبع الكرة ولا لا لا اخر ماتش تابعت وامتى ماتش كذا كانت النتيجة يعني كله بيتأكد من سلامة العينة بيتأكد انه الرجل ده فاهم وامتابع طب انت بتشجع مين كانت النتيجة ان الدراسة اللي اجريت من ابسوس وابسوس شركة عالمية مقرها باريس قلتلكوا شغالة في المجال ده من سنة خمسة وسبعين بقى لخمسين سنة تقريبا في قياس الرأي العام ودراساتها دايما وابدا محل اهتمام عالمي الخمسين مليون مصري ابسوس قالت انه فيهم اربعين مليون اهلاوي بنسبة تمانين في المية من حجم الجماهير المصرية اهلاوية وبقيت الاندية بتتقاسم العشرين في المية ده كان كلام علمي بقياسات رأي علمية نشرتها مواقع مصرية جدة مش بس كده النسبة اللي تروحت بين التمانين في المية في دراسة ابسوس واللي خلت شركة صلة وقتها تدخل على الاهل بقلب جامد وتدفع تقريبا نصف مليار جنيه لشراء حقوق رعاية النادي الاهلي اعلانيا لان ادراكت حج وقيمة النادي الاهلي في السوق مركز بصيرة وده من مراكز قياس الرأي العام المهمة برضو في مصر اجرى دراسة نشرها اليوم السابع ونشرتها كل المواقع عشان كده بقول للزملاء لما الكلام ده يكون اتنشر لمواقع صدرة باللغة العربية بقى انا عندي مشكلة يا ام ان انا مش متابع يا ام ان انا مش عايز اعرف يا ام ان انا عايز اود الناس في سكة واطلع بالترند وسير الاهتمام فاسأل على حقائق رقمية حسمت حسمت بدراسات جادة مين اكتر هو فيه حد لسه بيسأل مين اكتر